وش خبارك بالباسبر المغربي ديالك تقدر تصافر الخمسة ديال الدول واعرين في أمريكا الجنوبية السلام عليكم قبل ما مدوا هاد الفيديو وغيت نرحب المشتركين جداد اللي ينضموا الهيام بعد ما شافوا الفيديو ديال أفضل خمسة ديال الدول تقدر تصافر ليهم بلا فيزا غامل الباسبر المغربي ديالك شكرا بزاف على الدعم ديالكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي ولكن دي أول مرة غادي تشوفني فاسميتي معاد وفادي القناة كنشارك معاكم الشغل ديالي بالسفر وكنشارك معاكم معاكم معلومات اللي غادي تفيدكم إن شاء الله تصافرها ديالكم باش تعيشوا تجريبة رائعة وبأقل تكاليف بما أن الفيديو اللي فات القواح التافع وكبير ففادي الفيديو قررت نهضر على خمسة ديال الدول في أمريكا الجنوبية يقدرون نسفروا ليهم حنان بغربة بلا فيزا غرب الباسبر المغربي تفرجوا حتى للأخر ديال الفيديو باش تكتشوف هاد خمسة ديال الدول وكما العادة في الأخر غادي نشارك معاكم أرخص الرحلات من المغرب لهاد خمسة ديال الدول في المرتبة الخامسة عندنا دولة الإكوادور للعاصمة ديالها هي كييتو والعملة ديالها هي الطلار الأمريكي واللغة الرسمية ديال البلاد هي الإسبانية تقدر تبقى في الإكوادور لمدة ديال تسعين يوم بلا فيزا أكبر مدينة في الإكوادور هي غوايا كويل وتاني أكبر مدينة هي العاصمة ديال إكوادور مدينة ديال كييتوم مدينة كييتوم شهورة بأنها المنتصف ديال العالم حيتش خط الاستواء كيجوز من هاد المدينة دي بالطبس وكينت مع واحد المونيموم معروف اسميته دميدل أوف ديال سيتي بساف ديال السياح كيجو باش يشوف هاد المونيموم الدولة الرابعة هي دولة كولومبيا للعاصمة ديالها هي بوغوطا العملة ديالها هي الكلومبيان بيسو العملة الرسمية في كولومبيا هي الإسبانية تقدر تبقى في دولة كولومبيا لمدة ديل 30 يوم بلا فيزا أكبر مدينة في كولومبيا هي العاصمة ديالها بوغوطا هذه المدينة هي تنبض الحياة فيها بزاف ما يتشاف يقيمي بزاف ديل المدينة وحدهی اخرين اللي كيستحقوا زيارة مثلا مدينة كارتخينة الساحلية هاد المدينة ٱلّاء الإسم ديالها باللغة العربية هي كارتاجنا نسبة القرطاجيين للسهد المدينة. وكتصنف ضمن الطورات العالمية لليونيسكو. نزل الدولة الثالثة اللي هي بوليفيا. بوليفيا عندها جوج ديال العاصمة. العاصمة اللولة هي والعاصمة الثانية هي السوكريس. العملة دي البوليفيا هي البوليفيان والبوليفي. اللغة الرسمية هي اللغة الاسبانية. بوليفيا عندك الحق تبقى فيها لمدة ديال التسعين يوم. وكتاخد فيزا عند الوصول في المطار. او لا كتجي معك فيزا الالكترونية معك من المغرب. كيف ما كتلكم فراء بوليفيا فيها جوج ديال العاصمة. العاصمة اللولة هي سوكريس كتعتبر العاصمة الدستورية. والعاصمة الثانية هي لباز اللي كتعتبر العاصمة النفيذية. وكتشتهر العاصمة لباز بأنها أعلى عاصمة في العالم بارتفاع 3600 متر على سطح البحر. إلا فيه تلك تلعت التوبقال فراء الرفيج كين في 3200 متر. يعني العاصمة دير بوليفيا كين فوق الرفيج. 3600 متر. واو. أكتر حاجة كتجيب السياح لدولة بوليفيا spam. ا في المرتبة الثانية عدنا جمهورية دومينيكان. العاصمة ديالجمهورية دومينيكان هي سانتو دومينجو. العملة ديالهم هي دومينيكان بيسو. اللغة الرسمية ديالهم هي الاسبانية. عندك الحق تبقى في جمهورية دومينيكان لمدة دي ثلاثين يوم بلا فيزا. دولة دومينيكان دولة صغيرة بزاف تقدر تطورها كلها في سمانة. الشهر حاجة فيها هي الشواطئ ديالها. كتميز هاد الشواطئ هذي بالرملة البيضة اللي فيها والمديرها اللي تيكون في روزي وصافي. احسن الشواطئ غتيتلقاهم في هاجوج ديال المدن. المدينة اللولة هي بويرتو بونتو. والمدينة التانية هي بونتا كانت. وده بوصلنا للدولة رقم واحد. الدولة هذي معروفة بكرة القدم. وقت تسمى بلاد الصنبا. واكبر دولة في امريكا الجنوبية بلشك عرفتوها. الدولة هذي هي البرازيل. دولة البرازيل العاصمة ديالها هي برازيليا. والعملة ديالها هي الريال البرازيلي. اللغة الرسمية هي البرتغالية. احنا المغرباء عدنا الحق نقلسو في البرازيل لمدة ديال تسعين يوم بلابيز. البرازيل كما قلت لكم هي اكبر دولة في امريكا الجنوبية وخامس اكبر دولة في العالم. باش تخيلوا المساحة ديالها الدولة فرع المساحة ديال البرازيل كتساوي طناش مرة المساحة ديال المغرب. وبطبع هذ الحال فاش كنفكره في البرازيل فاركوشي كيمشي لتفكير ديالو الحاجة واحدة اللي هي غابات الامازون. بسافة ديال السياح كي يجو لبرازيل خصيصا باش يشوفوا ويعيشوا الحياة البرية في غابات الامازون. الى مشيتي للبرازيل وكنت من عشاق القهوة فارك مشيتي الاكبر منتج ديال القهوة في العالم. اشهر المدر في البرازيل المدينة اللول아 هي مدينة ريو دي جانيرو. المدينة ريو دي جانيرو فيها احد اشهر شواطئ في العالم. شاطئ ديال كوبا كابانا. حداها الشاطئ هدا كين هاد التمثال هدا اللي مشهورة به هاد المدينة ومشهورة به هالبرازيل كلها. تاني اشهر مدينة هي مدينة ساوب باولو اللي كتتعتبر اكبر مدينة في البرازيل. كيف ما وعتكم في اللون جيل هاد الفيديو دابا غادي نشارك معكم كيفاش تقدروا تمشي ولها الدول ونشارك معكم رخص الرحلات اللي اللي لقيت. قبل ما مدهوا فارخصكم تعرفوا انه لحد الساعة ما كيني انتشي رحلات مباشرة من المغرب لهات خمسة ديال الدول اللي ذكرت او لا الامريكا الجنوبية عموما. الرحلات اللي كيني الحاليا وما رحلات فيهم اسكال في اوروبا. يعني كاتمشي من المغرب حتى اسبانيا مادريد او لا برسلونة. عاد من ثم كاتمشي لهات الدول هادو اللي ذكرنا او لا فرنسا. مهم كتتير اسكال في اوروبا. الرحلات المباشرة لحد الساعة ما كيني انتش. ولكن الخبر المفرح وهو على شدرت هالفيديو بالضبط هو ان شركة لارام غادي تولي ديال رحلات مباشرة من مدينة الدار البيضاء لمدينة ساوب باولو في البرازيل. ابتداء من سبعة في شهر طناشر ان شاء الله. وبطبع الحال البرازيل غادي تكون هي البوابة ديالنا احنا المغربة على امريكا الجنوبية. من البرازيل غادي تقدر تاخد تفول لهات الدول اللي ذكرت او لا تقدر تمشي حتى في البر الى بغيتي. ده فا غا نشارك معكم الرحلات الرخيصة اللي للقيت لهات خمسة ديال الدول. نبدأوا بالبرازيل كما لكم الشركة اللارام دار الرحلات مباشرة. ال эксперamian hitting مازالت عين واحد شوية. ارخص تذكير القيت الكيتس في شهر ماي ٢٠٣٥. ابتداء من ٧٣٣٠ درهم, دهاب و اياب. نزل الدولة التانية هي جمهورية الدومينيكان. اللتي رحلت مباشرة من صو باولو العاصمة السان تو دومينغو. ابتداء من ٢٠٣٠ درهم دهاب و اياب. نزل الدولة التانية هي بوليفيا. وذلك رحلت من صو باولواختلى مدينة سانتا كروز اللي كنتعتبر اكبر مدينة في بوليفيا رحلت ذهابو اياب ابتداء من الفين وخمسمائة درهم. الدولة الرابعة كولومبيا. بالنسبة لكلومبيا حتى هي كين رحلت مباشرة من ساو باولو تل عاصمة بوغوطا ابتداء من خمسة الاف اربعمية درهم ذهابو اياب. الدولة الخامسة والاخيرة اللي هي الاكوادور. بالنسبة لطيارة فارت قطر تمشي من بوغوطا عاصمة دي كولومبيا تل قويا كيل تمنت قريبا الفين وربعمية درهم ذهابو ايابي. انشي لكي نخوتي في هذا الفيديو. كانت منع تكونوا استفتوا بالمعلومات اللي اعطيت لكم. الى عندكم اي سؤال خليهوليا في الكومنتر التحت. ما تنسوش تشتركوا في القناة. مش يصلكم جديد. نتلقى ان شاء الله في الفيديو الجاي.